السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحبائي مرحبا بكم من جديد في قناتكم وقناة أسرار الجمال الطبيعي للوصفات الطبيعية المجربة أتمنى أن يجدكم هذا الفيديو بألف خير إن شاء الله اليوم إن شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة وصفتنا لليوم وصفة رائعة جدا للتخلص من الكرش وشترهولات البطن والجوانب من تجربتي الشخصية هذه الوصفة أعطتني نتائج غير متوقعة في مدة أسبوع واحد فقط في تخصيص وتنحيف البطن وشترهولات في بعض المناطق في الجسمي وخصوصا في منطقة الكرش نتائج فعالة جدا جدا وقلت لما لا أشاركها معكم لكي تستفيدوا أنتم أيضا لأن الكثير مننا يعاني من هذا المشكل مشكل ترهولات الكرش بعد الولادة وبمكون رائع جدا جدا في تنحيف البطن وشترهولات خصوصا إذا استعملتموه بالطريقة كما سأريكم في الفيديو وقبل أن أمر أحبائي لمكونات هذه الوصفة وطريقة تحضيرها أتمنى منكم أحبائي دعني باللايك إذا جابكم الفيديو لتجعل المزيد من الوصفات المجربة إن شاء الله وكما تلاحظون أحبائي في هذه الوصفة سنحتاج إلى كريم نيفيا وكريم نيفيا غني عني التاريف لكن ما لا تعرفونه أنه رائع جدا في شد الجلد المترحيل اليوم إن شاء الله سأريكم طريقة استخدام هذا الكريم لشد الترهولات وحرق الدهون بالبطن فقط تابعوا معي الفيديو للآخر كما تلاحظون أحبائي أول شيء سنحتاج إلى إناء وسنضع فيه مقدار نصف ملعقة صغيرة من الملح الطعام وملح الطعام كذلك فهو فعال جدا جدا في شد الترهولات خصوصا الترهولات بالبطن سنضيف إلى الملح سنضيف إليه كذلك المكون الثاني وهو ملعقة كبيرة من زيت الزيتون سنضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وبعد ذلك أحبائي سنقوم بالخلط جيدا حتى يندمج لنا زيت الزيتون مع الملح جيدا فهاتي الوصفة كما قلت لكم أحبائي فهي رائعة جدا جدا فأنا عانيت كثيرا كثيرا مثلكم من ترهولات الكرش والكرش البارزة والكبيرة بعد ولادتي الثانية لكن عندما بدأت باستخدام هذه الوصفة صراحة الكرش والترهولات اختفت تماما من الأسبوع الأول والله يا بنات صدقوني أن هذه الوصفة تشد الكرش وتزيل الترهولات ويصبحون روعة وبعد أسبوع واحد من الاستخدام سيصبح عندكم جسم ولا في الخيال جسم مشدود بدون ترهولات وبدون كرش وزوائد كما تلاحظون أحبائي بعدما قمت بخلط الملح جيدا مع زيت الزيتون والآن سنضيف ملعقة كبيرة من كريم نيفيا كما تلاحظون سنضيف تقريبا ملعقة كبيرة وبعد ذلك سنقوم بالخلط جيدا كما تلاحظون نقوم بدمج كريم نيفيا مع زيت الزيتون والملح جيدا وهذه الخطوة مهمة جدا جدا حتى تندمج جميع المكونات مع بعضها البعض فات الوصفة رائعة جدا أنصحكم بتجربتها فكريم نيفيا لوحده يعمل على شد الترهولات بالبطن دون إضافة أي مكون آخر وطبعا إذا أضفتم إلي المكونات الأخرى ستضربون أصفورين بحجر واحد يعني سيعمل على شد الترهولات ببطنكم وفي نفس الوقت حرق الدهون كما تلاحظون أحبائي بعدما قمت بخلط جميع المكونات جيدا حتى حصلنا على كريم بهذا الشكل يكون قوامه على هذا الشكل بعد ذلك سنضيف إلي بعض القطرات من عصير الليمون سنضيف بعض القطرات فقط يعني تقريبا ملعقة كبيرة من عصير الليمون وبعد ذلك سنقوم مرة أخرى بالخلط جيدا جيدا حتى يندمج لنا عصير الليمون مع باقي المكونات جيدا كما تلاحظون نستمر بالخلط جيدا جيدا وهذه هي مكونات هذه الوصفة كما تلاحظون كلها مكونات بسيطة جدا جدا ورخيصة أيضا جدا يمكنكم أحبائي الاستغناء أيضا عن كل هذه المكونات وتطبيق فقط كريم نيفيا لوحده يعني استعمال كريم نيفيا لوحده فقط فهذه الطريقة فعالة أيضا لكن إذا أردتم مفعول مضاعف وسريع جدا فيجب عليكم إضافة المكونات الأخرى يعني زيت الزيتون مع الملح مع عصير الليمون فكلها مكونات رائعة جدا وتساعد على شد الترهولات وحرق الدهون كما تلاحظون أحبائي بعدما قمت بدم جميع المكونات جيدا والآن سنمر إلى طريقة وضحات الوصفة وطريقة تطبيقها فأول شيء أحبائي يجب عليكم أخذوش لفتح المسامات ببطنكم أو ببساطة يمكنكم فقط وضع فوطة في الماء الساخن وعصرها جيدا وبعد ذلك قموا بوضعها على بطنكم حتى تفتح المسامات لكي تستفيدوا أكثر من هذه الوصفة وبعد ذلك ستقومون بتطبيق هذه الوصفة على بطنكم كما تلاحظون نأخذ القليل فقط ونقوم بوضعه على بطنكم وقوموا بالدهن جيدا كأنكم تضعون كريم عادي لكن قوموا بتطبيقه بحركات دائرية ناعمة جدا باتجاه تقريبا دقيقة باتجاه عقارب الساعة ودقيقة باتجاه عكس عقارب الساعة قوموا بالدلك جيدا حتى تحسون أن بطنكم امتصى جيدا الكريم وبعد ذلك قوموا بلف بطنكم بورق النايلون قوموا بلفه جيدا تقريبا من لفتين إلى ثلاث لفات بورق النايلون ويمكنكم هذه الوصفة عملها في الصباح أو قبل ذهابكم إلى النوم إذا وضعتموها في الصباح فمن الأحسن أن تقوموا بعمل بعض الأعمال المنزلية قوموا بترك هذه الوصفة على بطنكم تقريبا لمدة ثلاث ثاعات وبعد ذلك قوموا بعمل بعض الأعمال المنزلية أو بعد التمارين الرياضية لمساعدة ورق النايلون على التعرخ وتوليد الحرارة في الجسم وبالتالي الحصول على نتائج رائعة جدا جدا استمروا على هذه الوصفة وستراحضون من الأسبوع الأول فرق هائل جدا جدا خصوصا على مستوى الترهولات إذا كانت لديكم ترهولات فإنها ستختفي تدريجيا إلا أن تختفي تماما إذا كانت لديكم بطن بارزة وكبيرة أيضا سينقص حجمها لكن هذه الوصفة يجب الاستمرار على استعمالها حتى تحصلون على النتائج التي تريدونها فكل واحدة على حسب درجة الترهولات عندها هناك من لديها كرش ليست بكبيرة وهناك من لديها كرش أكبر حجما والمدة التي تظهر فيها النتائج على حسب حجم الكرش ودرجة الترهولات لكن استمروا باستعمال هذه الوصفة يوميا حتى تحصلوا على النتائج المرادة لكن الفرق سيظهر لكم من الأسبوع الأول فرق كبير جدا جدا خصوصا على مستوى ترهولات البطن وطبعا يمكنكم استخدام هذه الوصفة على أي منطقة لديكم فيها ترهولات في جسمكم مثلا ترهولات الدراعين الفخدين الساقين لكن من المهم جدا استمرار على هذه الوصفة كما قلت لكم أحبائي يوميا بدون كسل ولا تهاون كما يمكنكم يعني وضعها في الليل قبل ذهابكم إلى النوم وبعد يمكنكم كذلك عملوها بنفس الطريقة وقوموا بلف بطنكم بورق النيلون واتركوها حتى الصباح ويمكنكم ترك هذه الوصفة على جسمكم دون غسل أو يمكنكم غسل في الصباح فهي طبيعية مئة بالمئة وليس لها أي أطار جانبية أبدا يمكنكم احتفاظ أحبائي بالباقي في التلاجة لأنه يحتوي على الليمون لأنه سيفسد معكم إذا تركتموه خارج التلاجة يمكنكم احتفاظ به في علبة صغيرة مثلا علبة نيبيا فارغة أو أي علبة عندكم فارغة احتفظوا بهذا الكريم وقوموا بتطبيقه كما قلت لكم بنفس الطريقة يوميا وصدقوني من الأسبوع الأوستلاحظون فرق كبير جدا في حجم بطنكم وكذلك على مستوى الترهولات فبالنسبة للترهولات ستختفي تدريجيا إلا أن تختفي تماما فهذه الوصفة تزيل الترهولات والكرش ويصبحون روعة وبعد أسبوع واحد من الاستخدام سيصبح عندكم جسم ولا في الخيال جسم مشدود بين دون الترهولات إذن كانت هذه وصفتنا لليوم أتمنى أن تكون قد فادتكم وأعجبتكم وأن تجربوها وتكتبوا لنا نتائج تجربكم في التعليقات وأنا ألقاكم أحبائي في وصفة قادمة مع فيديو جديد وشكرا لكم على المتابعة ترجمة نانسي قنقر